لليوم الثالث استمرت حرائق الغابات في اليونان في منطقة تقع غرب العاصمة أثينا فيما تتأهب السلطات لموجة حارة جديدة من شأنها أن تتسبب في اجتعال المزيد من الحرائق في أنحاء البلاد واستأنفت طائرات رشل المياه عملياتها فوق مدينتهم من دار في غربي أثينا والأتراكي وبدلت فرق الإطفاء جهوداً خلال الليل لإحتواء ألسنة اللهب وإبعادها عن مجمع ساحلي لمصاف تكرير لكن ارتفاع درجات الحرارة وقوة الرياح عرقل الجهود للسيطرة على الحرائق كما أعلنت السلطات أن أربع طائرات أرسلتها إيطاليا وفرنسا ستشارك في جهود إخماد الحرائق وتم تعليق حركة المرور لساعات على طريقين يربطان بين البر الرئيسي اليوناني وشبه جزيرة بيلوبونيس وأعيد فتحهما جزئياً وحذرت إدارة الأرصاد اليونانية من ارتفاع خطر اندلاع مزيد من الحرائق هذا الأسبوع في وقت لم تتعافى فيه البلاد بعد من أول موجة ارتفاع حاد في درجات الحرارة هذا الصيف ترجمة نانسي قنقر